أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجازات التي تحققها رياضة الفروسية البحرية في المحافل الخارجية تجسد دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لرياضة الفروسية وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالانتصار الذي تحقق عن طريق المهر لتحاتي لفريق فيكتوريس في الموسم الشتوي البريطاني وتحديدا مضمار كريبتون بارك وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن هذا الانتصار يؤكد مكانة الفروسية البحرينية في المحافل الخارجية مبينا سموه إلى أنه حريص على مواصلة دعم الفريق في المشاركات الخارجية من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود البارزة التي بذلها المدرب روجر فيرنر والفارس جاك ميشيل في تحقيق هذا الانتصار الثمين والذي سيكون حافزا في مواصلة تحقيق الانتصارات في المشاركات القادمة وجاء فوز المهر لتحاتي في السباق الممتد على مسافة الميلة على الأرضية الصناعية والمخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق الدرجة الثانية وبمشاركة تسعة جيات كان بطلهم لتحاتي علما أن هذا الانتصار هو الرابع له على التوالي في مشاركته الخامسة ترجمة نانسي قنقر